أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية في ضوء ما يساهم به ذلك من تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربي جاء ذلك لدى استقبال الرئيس المصري بحضور السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود للمشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي أشار الرئيس المصري أن العقادة هذه الدورة من مؤتمر البرلمان العربي تحت عنوان دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي إنما يجسد المسؤولية القومية الكبيرة التي تقع على عاتق البرلمانيين العرب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة العربية لأي تحرك عربي فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانبها شارع السيد عادل العسومي إلى حرص مؤتمر البرلمان العربي على المساهمة في تعزيز العمل العربي المشترك وبلورت رؤية برلمانية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية متمنان جهود مصر بقيادة الرئيس المصري وبمواقفها المشرفة والمشهود لها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومي العربي فضلا على الدعم غير المحدود الذي تقدمه مصر بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله موسيقى موسيقى